بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة الأعزاء الحضور نعم إن هذا الهتاف المغرب وفلسطين شعب واحد لا شعبين استمعت إليه في مظاهرات مليونية في مدينة الرباط واستمعت إليه في البرلمان المغربي بغرفتين وقفوا جميعا يهتفون بهذا الشعار عندما اتخذ ترامب قرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان هذا الشعب المغرب العظيم بكل قوى سياسية بكل أحزابه بكل أبناءه بكل ألوانه وقف مع فلسطين ودائما من الرباط كانت القرارات التاريخية التي صدرت لصالح فلسطين صدرت من المغرب الاعتراف بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني تشكيل منظمة التعاون الإسلامي بعد حريق الأخصى وكل القرارات المهمة كانت تنبع من المغرب المغرب بعيد جغرافيا ولكنه قريب من فلسطين بالمشاعر والمشاعر الصادقة المغرب شريك لفلسطين في القدس المغرب شريك لفلسطين في القدس من خلال حارة المغاربة التي ضمرها الاحتلال عشية احتلال لمدينة القدس عام سبع وستين ظنًا منه أنه يريد أن ينهي ويقطع هذه العلاقة ولكن هذه العلاقة موجودة أنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني شعب الفلسطيني من غزة هاشم ومن القدس ومن كل بقاع الأرض شعب الفلسطيني ينظر للمغرب ولموقف المغرب نظرة احترام ويتطلَّع لصوتكم لهذا الصوت العالي أن يكون عاليًا ليصل إلى كل العالم نريد أن يصل صوت المغرب إلى كل العالم المطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني هناك عدوان هناك عدوانٌ بشع هناك تطهير عرقي هناك مجازر ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالدرجة الأولى وفي كل الوطن المحتل ربما بالدرجة الثانية أرض غزة كما قلنا سابقًا باللون الأسود من بارود القذائف قذائف الدمار التي تُطلق على الأبرياء من الفلسطينيين وباللون الأحمر بدماء الشعب الفلسطيني والأبرياء من الشعب الفلسطيني هذا الاحتلال لم يقف عند محرم واحد من المحرمات قصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس والبيوت الآمنة لم يترك أحد هذا الاحتلال يؤمن أن ما لا يمكن حله بالقوة بمزيد من القوة يمكن حله ويؤمن أيضًا للأسف أنه إذا ارتكب مجزرة حتى يغطي على هذه المجزرة فيواصل ارتكاب المزيد من المجازر حتى ينسى العالم المجزرة الأولى ويا أحرار في كل ما كان أوقيف هذا العدوان ويا أحرار في كل ما كان أوقيف هذا العدوان يكفينا 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 من الحروب أمريكا عدوة الشعوب أمريكا هي التي تحتل فلسطين أمريكا هي التي أعطت الدوء الأخضر أعطت الدوء الأخضر لهذا العدوان المجرم دائمًا أمريكا منحازة لإسرائيل ولكن في هذا العدوان أمريكا شريكة في هذا العدوان شاهدنا الرئيس الأمريكي جاء مسرعًا إلى إسرائيل وأرسل قبله حاملات الطائرات والغواصات وكل أنواع الأسلحة المحرمة دوليًا كل القذائف التي توجه بالليزر أرسلها إلى حدود فلسطين جاء وزير الدفاع ليكون بغرفة العمليات لإدارة الحرب ضد شعبٍ أعزل ضد الشعب الفلسطيني هذه الإدارة هي شريك في قتل الأطفال الفلسطينيين هذا الشعار صحيح؟ نحن الفلسطينيين وأنا أقولها في كل مناسبة شعبٌ صغير لم نختر العداء مع أمريكا لا نريد إعلان الحرب على أمريكا أمريكا هي من أعلنت الحرب على الشعب الفلسطيني ليس من اليوم وإنما منذ اللحظة التي أخذت قيادة العالم كقطب وحيد هي تدعم هذا الاحتلال تدعم هذا الكيان بكل أنواع الأسلحة تدعم بالمال تحميب الفيتو الأمريكي إذن هي من تعطل حتى الحل السياسي في فلسطين هي تريد أن تدير الأزمة كنا دائما نقول أن هذا الكيان منذ القرن الماضي أنه القاعدة الأمريكية المتقدمة في المنطقة قاعدة الإمبريالية المتقدمة في المنطقة كنا دائما نقول شرط الإمبريالية في المنطقة نقول أن الولاية 51 أو الطفل المدلل ما شاهدنا بعد 7 أكتوبر أن كل العالم الغربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة جاءوا مسرعين بكل أنواع الأسلحة ضد من؟ ضد شعب أعزل ضد 32 بالعشر مليون فلسطيني في قطاع غزة المقاومة لا تملك طائرات الـ F-16 ولا الـ F-35 ولا تملك المطارات ولا تملك الغواصات نملك الإرادة شعب الفلسطيني يملك الإرادة إرادة الحرية شكرا غزة صامدة وغزة تقول لكل العالم نجوع نموت لن نرحل لن نرحل لن نرحل هذه معركة إبادة ضد الشعب الفلسطيني تستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية تهدف لإخراج الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا تمارس تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الحكومة الأسوأ في تاريخ هذا الكيان هذه الحكومة هي حكومة الصهيونية الدينية التي تؤمن أن فلسطين من البحر إلى النهر هي للكيان المحتل وأن لا وجود للآخر في هذه الأرض سامو توريتش أحد أعضاء هذه الحكومة طرح فكرته بكتاب صغير وتم نشره موجود على المواقع يستطيع أيًا كان أن يطلع عليه قال أمام الفلسطينيين ثلاث خيارات الخيار الأول ترانسفير ترحيل ونحن سنساعدهم بذلك الخيار الثاني أمام القييم القييم بين قسين اليهود ينظر إلى منوى غير يهودي القييم ونحن لسنا ضد اليهود سأقول ذلك لاحقاً القييم مهمتهم أن يكونوا عبيد عند اليهود والخيار الثالث من يقاوم هذا المشروع يقتل هذه ثلاث خيارات طرحها أمام الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا طريق الحرية كل طريق تؤدي إلى الحرية وإلى الاستقلال وأي طريق تؤدي إلى الحرية وإلى الاستقلال الشعب الفلسطيني سيسلك هذا الطريق وأحب أن أطمنكم فلسطين وحدة العالم فلسطين وحدة العالم اليوم ليس فقط الشعب الفلسطيني أو الشعب العربي يقول وقف العدوان على غزة وقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني التي ترتكب في كل مكان أصبح مطلباً أممياً من كل شعوب العالم أصبحت فلسطين قبلة لكل البشرية جميعهم يرفضوا هذا العدوان المسلم والمسيحي واليهودي شاهدنا في نيويورك أن المظاهرات قادوها شباب يهود يرفضون ما تقوم به حكومة الاحتلال من مجازر ضد الشعب الفلسطيني نحن نريد أن نرى نهاية لهذا الاحتلال هذا الاحتلال قام على الكذب وعلى التزوير وعلى الباطل وفي كل يوم يخرج بمقولات يثبت في اليوم التالي أنها غير صحيحة وغير صادقين فيها كما سرقوا أرض فلسطين وتراث فلسطين يستمروا بمحاولة تفريق فلسطين من سكانها هذه الحكومة ترى أن لديهم فرصة تاريخية لحل تاريخي بتهجير الفلسطينيين أو إبادتهم ونقول لهم أن وقوف العالم معنا ونريد من العالم أن يكون موقفه أكثر تدخلاً أكثر قوة من أجل وقف العدوان شاهدنا القمة العربية والإسلامية وأنا بهذه المناسبة أوجه التحية إلى جلالة الملك محمد السادس الذي يوجه بخطابه أنه لا بد من وقف العدوان لا بد من إنهاء الاحتلال ولا بد من إقامة الدولة وعاصمتها القدس وأخذت قرارات ولكن نقول أين أوراق الضغط؟ هل لدينا أوراق ضغط كأمة عربية وإسلامية من أجل وقف هذا العدوان؟ نعم لدينا أوراق ضغط شاهدنا أن أمريكا وحلفائها جاءوا بالسلاح نحن كشعب فلسطيني لم نطلب من أحد التدخل بالسلاح ولكن نريد أن يتدخل بالسياسة وبالقانون وبالضغط على مصالح هذه الدول في الأمة العربية والإسلامية لديهم مصالح كثيرة عندنا يدغط عليهم بالاقتصاد هذا ما نريده ومن هذا المكان أيضاً أوجه النداء إلى جلالة الملك رئيس لجهة القدس بالتدخل واستخدام ثقل المغرب من أجل وقف العدوان من أجل وقف العدوان أنا لن أطيل ولكن أقول أن هناك حالة استقطاب دولي هناك حالة استقطاب دولي شديد في منطقة الشرق الأوسط أنا كنت أسأل نفسي السؤال لماذا كل هذه القوات حشدوها في شرق البحر المتوسط الخبراء قالوا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن لم تحشد حجم هذه القوة في شرق البحر المتوسط والسؤال أن هناك صراع دولي على هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط هي قلب العالم وفلسطين قلب قلب العالم يريد عبر فلسطين أن يسيطروا على المنطقة جاءوا لحماية هذا الكيان الذي انهار من المواجهة الأولى يوم 7 أكتوبر انهار هذا الكيان كان مهمته الذي لديه أعتى الأسلحة وأكثر الأسلحة تطور ولديه الجيش بين قسين الذي لا يقر انهار من مجموعة من المقاتلين لا يتجاوز عددهم 1500 إذن سقطت نظرية الردع الإسرائيلي سقطت نظرية أن هناك من يتحالف مع هذا الكيان ليحميه وأصبح مكشوفاً وجاءوا لحمايته وقالوا نريد إعادة قوة الردع لهذا الكيان للأعداء قبل الأصدقاء أنا فهمت للأعداء أنه يعتقد أن الآخرين الذين يمتلكون قوة أقوى وأكثر من الفلسطينيين ومن المقاومة سيعتبروا إسرائيل ضعيفة ويواجه هذا الكيان طب الأصدقاء لماذا؟ هو يريد إعادة هذه التحالفات هو يريد إقناع الأصدقاء والأعداء أن إسرائيل دولة قوية وتستطيع أثقا فيها لكن صدقوني أقول لكم من معرفتي ومن متابعتي أن هذا الكيان شعبه لم يعد يثق في قيادة السياسية ولم يعد بعد سبع أكتوبر يثق في قيادة العسكرية فقد الثقة والثقة لن تعود خلال سنوات قادمة لن تعود هذه الثقة شكرا لن تعود خلال سنوات قوية وتستطيع أثق في قيادة العسكرية يا الله يا الله يا الله يا الله أنا أقول لكم أن القدس تتعرض والمسجد الأقصى لإعتداءات يومية برنامج اليمين الصهيوني معلن يريد هدم المسجد الأقصى وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان القدس تعاني كل شبر في الأراضي المحتلة يعاني الأصرى الفلسطينيين يمروا بظروف في الأصعب من وجههم تحية بسمكم من هذه القاعة كانوا في بداية العدوان ستة آلاف واليوم يفوق العشر آلاف أنا لم أتعرض لأعداد الشهداء لأن أعداد الشهداء فوق كل ما ذكر من أرقام وزارة الصحة الفلسطينية تسجل الأرقام من يصل إلى المستشفيات ويسجل له شهادة وفاة بقوله هذا توفى لكن هناك آلاف تحت الأنقاض حتى الآن لم يستطع أحد أن يصل إليهم بسبب العدوان والغارات أريد أن أختم بهذه القاعة الجميلة ذكرني محمود درويش شاعر الثورة الفلسطينية وشاعر الإنسانية عندما علم أنني قادم إلى المغرب شفيراً لفلسطين قال لي أنني المكان الوحيد الذي كان يمتلئ بالمجتمعين هي قاعة محمد الخامس في مدينة الرباط قال لي كانوا يأتوا بساعات قبل الندوة الشعرية التي يقولها وأنا بشوف أصدقائنا المغاربة يحفظون شعر ومحمود درويش أكثر مما يحفظه الفلسطينيين محمود درويش ماذا قال؟ قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات وأم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة هذا ينطبق على حال غزة هاشم على حال فلسطين ستبقى فلسطين ستبقى فلسطين وسيزول الاحتلال فلسطين مر عليها الكثير من الغزوات وجميعهم فشلوا في فلسطين وستكون غزة مقبرة للغزاة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع